كوريا الجنوبية تحيي الذكرى السنوي العاشر لكارثة غرق عبارة سيول التي قدى فيها أزيد من 300 شخص من بينهم 250 تلميذاً كانوا في رحلة مدرسية سفينة تابعة لخفر السواحل نقلت عائلات بعد الضحايا إلى موقع غرق العبارة حيث تم تلاوة أسماء ضحايا المأساة وإلقاء الظهور في الماء قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت التحقيقة التي تم فتحها إثر الحادث المأساوي توصلت إلى أن هيكل السفينة التي كانت محملة بأكثر من طاقتها قد تم تعديله بشكل غير قانوني غرق عبارة سيول خلف صدمة وطنية وموجة غضب هائلة في البلاد وثار نقاشاً واسعاً حول الفشل الذريع لعمليات الإنقاذ